دولة زادة بالنسبة لتليمذة بعد ما تطف العطلة الامتحانية تنطلق بالنسبة لتليمذة الأساسي حاجة خنقولوا ما شوفنايش وما عاشنايش مع كل السنوات الدراسية الفارتة أول مرة الصغيرات باش يعديوا بعد العطلة الشتوية نهار الاثنين يرجعوا يقرأوا ويرجعوا يعديوا لزيكز أما حابين عطيوه النصايح للأولية والصغار كيفاش ينجم الولي هكا يخرج الصغير من جو العطلة معنا في سعة في سعة كلي في نهار واحد عاش 2022 وغيفيان 2023 وبعد يلا قلولوا وفاية العطلة ويلا حظر روحك للجد للعمل وغدوة مش مشي تعدي ما مش مستهل هذا الكل في ظرف 24 ساعة وكالي جبنا معنا الخبير رحضينا إبراهيم الريحاني خبير التفولة والأسرة مستشار قادل أطفال حاضر معنا اليوم السباح عامك مبروك يا سيدي صباح الفل والياسمين هايفا مرحا كل عام وانتي حايب خير وكل عام وكل تونسيين وتونسيات حيين بخير وان شاء الله عامك مبروك ان شاء الله عام مبروك كيف نعاش بالنسبة لي كيفاش عاش تسارية البارح وكيفاش كان لك 2022 على سعيد الشخص بو الحمد لله ديما عادت بتباع مع العائلة ان شاء الله كيف نقول فا يكون عام 2023 خير من العام اللي قبل وعام بتباع اكيد في البيع وفي الخيب لكن ديما نقول والحمد لله وان شاء الله يكون ديما خير والتونس وبلادنا ان شاء الله تكون ديما بخير ان شاء الله واحنا حبيناها اليوم برشة إيجابية وتقع إيجابية مزيينة هابدينا بها في سباحنا مع كل المداخلات اللي حاضرة معنا اليوم وهو صراحة سؤال اول مرة نعيشوه الوضع هذية نسكروا العطلة نسكروا عام وندخلوا في عام وندخلوا توفي جو الامتحانات الاف تلمذة معنيين بالموضوع هذية بما انه تعرف شنو اللي صار مع سنة الدراسية 22-23 الصغير متعود ما هوش في العادة في العطلة الشتوية انه يراجع انه يرقق يقرأ انه يسنى فيها امتحانات حاجة جديدة كيفاش يناجم يتعامل معها الولي وكيفاش يحذر صغيره للامتحانات انتلاقا من نهار الاثنين هو لحقيقة سنوات الاخيرة يعني تلمذتنا هو الاولية بعض الكوفيد بعض الكوفيد يعني تلمذها وكأنهم تكيفوا مع الواقع الموجود اليوم يعني كل المفاجئات موجودة هو لو يعرفوا اللي في كل لحظة تنجم يكون فيما تغييرات وكذا والحقيقة كيف فيها الجانب السلبي وبطريقة معينة فيها الجانب الايجابي انه تقوي شخصيته الصغير وتقليه على اقل يتهيئ ويتكيف مع الوقاع النجم يقشون في كل لحظة في كل وقت كما قلت انتي يعني البارح ريفيون لي مثلي فاتوا عطلة اللي كان فيه بشيت فارهاد صغير من العطلة دي ما يخزن لها بمنطق انه عملية تراحة لكن الظروف اللي جعلته اليوم يخليه بالسيف كالعائلة كالأسرة تخلق نوع من التوازن او اصبح التوازن اذي توازن اذتراري اكثر من هو اختياري وبالتالي اليوم بتباع وذي لازم يكون من قبل العطلة يعني في وسط العطلة يكون فيما تحذير نفسي وتهيئة نفسية للصغير على الاقل بشيحس روحه وكيفيش هو وبيده يبدأ يعني كي بقوله فاهد يخلق التوازن انه يقسم التوقيت متاعهم ويخلي تقسيم ما بين التفرهيد والراحة وكذا وكيفي نفس الوقت عبرية المراجعات وكذا لكن ذي ما يعنيش اليوم خاصة انه عاش البارح واليوم وذي مهم برشة شو ما لها تحذير نفسي بيش انبسطوها اكثر للأولياء تحذير نفسي انك تحكي مع الصغير ويبدأ يتهيئ يبدأ يحكي فيما يسمى بالامتحانات وجو الامتحانات وبتلي وقت كي تتفرغ الولدك وتخزله عينك في عينه وبابا وتسأل حتى تبدأ كي مسئلت سؤالك اليوم هاي في وقت كي تقولي انتي شنو تتمنى في السنة العامة الجديد ومتخلش ديريكت في القرية مباشرة وتدخل وبتلي وقت كي تبدأ تحكي معا بشوية بشوية كيفيش عشت السهرية متاع البارح شنو تتمنى في السنة نتعبق القدام شنو الحاجات اللي ممشي وش عام ناول وتحب انتي باش نتعدل منهم في العام الجاي واذا شنو يدخل للصغير هذا هو الهدف من الدراسة ومن الامتحادات مشكلتنا انك تتغير فلسفتنا الامتحانات شنو معنى تتغير فلسفتنا الامتحانات الامتحان مش مشكلة والدي مش يجيب عدد باهي ولا ممتاز ولا ضعيف مش هذي هو الغاية ومشكلتنا ان كل الاولياء وكل المنظومة بسفة عامة تخلي فينا نتوجه في التواجه هذي انه عطيني والدي يجيب معدل ممتاز وكان ما جابش معدل ممتاز الوقت ذاكي ندخل في حاجات اخرى شنو هي الفلسفة؟ الفلسفة انه الصغير يتعلم يعرف نقاط القوة متاعه ونقاط الضعف ما يتسمى بالتقييم يعني انا وقت كي نبدأ نخلق الولد ونبدأ نحكي معاه ونتحاور معاه ويبدأ يكتشف في روحه وشنو الحاجات اللي مشيت وشنو الحاجات اللي ممشيتش الوقت ذاكي انتي تعمل ما يسمى بالتهيء النفسية وفي نفس الوقت قاعد يتربي في صغيرك انه اللي يكتشف في روحه ويعرف نقاط القوة ونقاط الضعف بتاعه وبتالي وقت كي انتي تبدأ تحضر وتقوله بابا توقده وانتي بش تمشي التعدي وكذا كذا حاسب رايك كيف يبشي كل الامتحان شنو الحاجات الاسئلة اللي تتوقحها وتقوله يبدي يقول لك مثلا اني نجمي جينة هاكو نجمي جينة كايو نجمية انت شنو قاعد تعمل قاعد دخل فيه قاعد حضر فيه قاعد دخل فيه في المربعة متاع الامتحانات ومتاع الدراسة طريقة ثالثة وبعد تقوله عش نوريك نجربوا اليوم نعملوا امتحان ولا تختاروا انت الامتحان يقول لك ما هو عنا برشا نماذج من اكتبه ومن كذا كذا يدخل فيه جو الامتحان بطريقة مبسطة بطريقة وحاجة اخرى هاي فكانت تسمح انه صغير والاصغر لكل يعاش انه وعمل مخاوف فما برشا صغيرات تقا حتى في وجههم حتى في طريقتهم ساعات حتى الماكلة من نجموش يكلونها تقبل بنهار ونقبل بنها بالضبط وبالتالي كيفيش نجمو الخلصو الصغيرات من المخاوفة ذي ووقت كي نحاولو ان نقلو لهم رايكو طبيعي جدا اللي تحس فيه انتي كيما اي انسان ساعات اي انسان بش يقابل عبد ولا بش يمشي عنده بمكي نقول فيها ساعات فالمصغيرات ولا حتى الكبار بش يعني بخيزونتاسيو ولا كذي ينوع من التراك تكون عنده موجودة وبالتالي وقتك انتي كابو والأم تقول وراءه الشعورة ذي انا بديو المريت به انا بديو نمرو به وبالتالي طبيعي اللي تحس فيه تو تشوف اول ما تجيك الورقة راك بش تلقى روحك حاضر مية مية كيما يقولوا فاهم مية في المية وبش تلقى روحك تنجم تجاوب على الأسئلة متاعك وبعد فمع عملية أخرى كيفيش تتعامل مع ورقة الامتحان معناها وذي هو نصيح لكل الأولياء والأمهات معناك يقولون لبعا الأولياء تحاول تقرأ النص الكل متاع الامتحان وتختار الأسئلة اللي انتي تنجم بش تجاوب عليها وهكي يخدت ربي صغيراتنا يكونوا حاضرين ويكونوا متبيزين المهم الدفع الايجابي والتجيع ونبعده على برش حاجات سلبية منظبين نذكر بيها مايفي بعد انك نبعده على كل ما هو شكل من أشكال المقارنة انك تقارن ما بين صغير وصغير ولا تقارن ما بينه هو وصحابه نبعده على كل ما هو فيه شكل من العنف شكل من أنواع السياح التهديد الترهيب ساعات الترهيب ساعات ساعات وذي لقيته في برشة أولياء وساعاتك الحب المشروط كنجيب في المعدل كذا كذا راني أنا نعطيك كذا كذا وك الحب يعني الحب رو يبقى ديما دايم يعني ما نعملش علاقة القرية بالحب الحب دي موجود حب الأم وحب الأب القرية مهما كانت أنا ديما نقول نحاول أنا نكيب خلفاء على مستوى الاجتهاد أنت بدلت مجهود ولا بدلتش مجهود باب عزيزي ولا عزيزتي بدلت مجهود أنا ما يهمنيش بفيدة أنت بدلت مجهود أم بعد طول نشوف النتيجة حاولنا معناه حاولنا خدمنا على رويحنا هاكا تقولو خير ما اللي تعملو تجيبو دا شو أحنا حاولنا ايا تواب شنا عديو الامتحانات حاضرين المهم حصولين احنا حاضرين كل شيء ما نش متعودين احنا بصراحة غورت جامفيرا واليوم نرمال موين كراو عدا صغير واخذي ويعرف نتيجو وطورتيح في العطلة هذه عطلة حاجة أخرى جملة وتحديد كبيرة للصغيرات وبصفة عامة وجميلة كما انتي حكيت عليها واش بتعليها سيبراهيم معناها توازن النفسي كيفيش شوف منشيرة عندك الاحتجاجات واضربات الاحتجاجات جدول الدراسي ما تفهمنو حتى شايب صراح معناها الدنيا الكل تخلضت في يالفين واثين عشرين تاثر عشرين ايا عشرين قلنا كوفيد وقلنا وقلنا طوا امور أخرى وريتم آخر وحاجات أخرى كيفيش ما يتأثرش صغير معناها بالسلبيات هذو من كل بالحاجات اللي ديره بيه في الموحيط متاعه بالوقت بالسترس كيفيش نعمل بش صغيري نرافقه في ظل هذا الكل وما يتأثرش عن حكيه عن توازن نفسي للكلام اللي انتي حكيت عليه بالخصوص يعتك صحة سوى لمتاعك هاي فهو مهم برشا انه اليوم كي نخلق ما يتسمى بالتوازن النفسي التوازن النفسي من ايج بيكون انك تخلق في ولدك نوع من الدافعية نوع من التحدي معناها وقت كي ولدك يعرف ولا بنتك تعرف اللي الحياة ديها فيها برشا تحديات وفيها برشا إشكريات وفيها برشا صعوبات وانتي كيفيش تعود ولدك انه يتحدى التحديات ديها وانك تحكي لهم عليه وانك تسمعه وقت كي ولدك ولا بنتك خستان يحس لي ماماته تنسطله تحس لي ماماته مهتمة به تحس لي ماماته وقت كي تحكي تحكي على الأفكار المتاعها والمشاعة المتاعها تحس ماماتها اللي هي مهتمة به وباباته مهتمة به عملية الاهتمام ما يخلقش فراغ عاطفي ولا فراغ نفسي في الصغير تتخلق عملية ما تسمى بالتوازن اليوم ونحنا نحكيه على التوازن النفسي أهم حاجة أنه يحس بشارة بصيفة عامة والخاصة طالنا صغير أنه يحس بالأمان في شمعاني الأمان يحس اللعبات ده مهتمة به ومهتمة بالأفكار المتاعه ومهتمة بالمشاعر المتاعه ويلقى الحب والعاطفة لأنه ما نجموش نعيشه من غير حب ومغير كلمة طيبة ومغير إيجابية بالطريقة دي يخلق التوازن بالطريقة دي تخلق عملية العلاقة بك أنت وصغيره تربط علاقة فيها حب فيها اهتمام فيها احترام لك الزغير فيها احترام للأفكار والمشاعر متاعه تخلق عملية التوازن بالطريقة دي وتولي ولدك هي الدراسة وغير الدراسة هي محطة يبرر بها صغير والبي الفيدة في الأخر أنه يكون عنده قوة شخصية بش يكون نجح في حياته أكثر من يكون نجح في دراسة رغب كل التحديث اللي نعيشوا فيها معناها يزيد يقوى أكثر وما تشعروش مشكلة توقفش بش نعملوها بش نعندي وبعد ذي الكل ما نش حاضرين ما حضرنيش ما رجعنيش ليه معناها نتأقلمو وذي صغيراتنا كيما قلت انت قديش هم طوي يتأقلمو ما شاء الله ليهم حاضرين هاي فا يعطيك الساحة فما مهم برش لأنه الكلمات ننطقها ننطقهم نحنا كأبا وليك كبار للصغار مهم خطأ نحنا ساعات تتأثر فينا وواقع الحي خلينا نقوله بطريقة صحي وواقع صعيب برش معناها اليوم وصغالنا يعيشوا في تحدي كبير برش معناها صغالنا اليوم كنشوفهم مش كيف صغال البرح مش كيف صغال فما تحديات كبيرة فما غضب أول حاجة تلاحظها في الناس في الأولياء فما تكسيسيتي ساعات حتى في وسط قلب المدرسة هكا ولا ليه فما نوع من الأحباط فما نوع من القلق فما نوع من فما عباد أنا دي مصطلح مهم برش اللي دي من قوله الرافاه الاجتماعي يعني كيفش العباد يحسوا مترفهين مرتاحين هذا ما عادش موجود ما عادش موجود بالتباعي إذا كان في كرش وصاعات ما هوش ريقد هو شبعان مش كنموش أغلب بالوقت رأس شهرنا وآخر شهرنا وآخر وذي يعكس بالضرورة على صغيراتنا الفرق في الكلبة اللي قلتها إنه نخلق نوع من ولدي وصغير يقوله نحن تربينا بطريقة نوع من التحدي رأوا الدنيا دي ما هي سهلة وقت كي تبسط هالو خاطر تعفو المشكل المشكل إنه نحن عندنا ثقاف من الانتظارات نعلوه برش معناها بش نقو العباد بش نقو الحاجات سهلة بش نقو كل شي يجينا بسهولة لا ما يجيناش بشهولة فما برش أتعب فما برش تحدي فما برش إشكاليات الوقت ذاك تخلق نوع من الصغير اللي تحس نوع مسئولية يتولي عنده نوع مسئولية خاطر نحن كنا ندخل في البوطقة ذي ولازمنا نخرج منها معناها البوطقة نتعلى الضغط والكلم السلبي والكلم الخايم على أساس إنه الواقع صحيح وقع صعيح برشا وقع اليوم خلينا نقول في كلمة آخر حاجة اهتمنا به هي صغيرة والصغيرات امتعنا اليوم وقت اللي نلقي انا شنور ذنب صغير امتعي يتبدل التوقيت امتعه وتتبدل المنظومة امتعه وتتبدل طريقة العيش امتعه وتتبدل حتى تتنظرته اللي امتحنه لمدرسته اليوم وقت ي تلقي المدرست لليمدرسته امتعه مزاد ما اسبحتش مدرسة صديقة للتفل اليوم المدرسة هي تكرس عمليت الضغط كانت بيش ترجع اللي تخرج للأطفال المتوزنين للأطفال المتميزين للأطفال المتقلقين بيش دوم ووقت كي نخرقوا أرضية واضحة ورؤية واضحة للصغيرات متعنا وللأطفال إن شاء الله إن شاء الله وذيما فما نيس مزيلت معناها تعطينا النصح والتوسية كيما أنت ما نكونوا كان في أحسن حال وخير وإحنا بصراحة ناخذوا وقتنا نهار لحد بيش نعطيونا صيح مش خاطر بخمية جانفية كهار شوية موزيكا بجاو لي مهم على خاطر نلقاوا رويحنا في ظروف غير عادية ولي ذلك نحاولو نرفقوكم صحيح نوان شوكم أما نرفقوكم بنصيحة المهمة وإن شاء الله تحصل الإفادة بالنسبة للناس اللي تسمع فينا وصراحة كيما قلت منشت ع عادية وبظروف عادية ما هو شو بالسيلة اللي غودوا مش عادية وحتى الولي عادية زادة على التنبيب هذا علش شكرا لي مشكور لي كان حذيها وخدمني حتى نهار لبخمية جانفية تحياتي لي إبراهيم الريحاني خبير الطفولة والأسرة مستشار قاضي الأطفال أكثر من معلومة مهمة سمعناها معاك المهم نكونوا أحنا نفسيا متحضرين الحاجات غير عادية معاكم بطبيعة تابعونا وكملوا تابعونا بعد شوية في ويكاند على كيف الفقر قرات العادية موجودة وقايت بسقطكم شمشي والمامكة العربية السعودية وانربحوكم على 31 328 330 الدكاس بتباعة عجود لازم نسمعوكم مرحبا بكم معنا بالتليفون على ديوين افم صوتكم راجعين بعد لحظات مع الأخبار واذي ننسي عجل